نيجي بقى للناس بتاعتنا يا أفراك نروح للأهلي النادي الأهلي قبل ما خش معاك في كواليس مهمة جدا 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 في جلسة مارس الكرة للنهاردة مع العقيب النادي الأهلي بعد مباراة الوداد قبل ما نخش الكواليس دي عايز أقول لك كلمتين من مبارح من بعد ما طلعت بعد المطش وقلت النفسي أنا مش هعمل زي ما كتير هيعمل اللي هو إيه إلعب على مشاعر الجمهور ريحهم هدي غضبهم شاركهم غضبهم اللي هو إيه حكم ظالم الأهلي لا يستحق هذه النتيجة كان مفودي يكسب أكتر يعني إنه في مؤمرة من الكاف الكاف مصمم يحط حكم مش عارف إيه والمبراطي الزياب كان الحكم من ليبي اللي هو من مش عارف رئيس الاتحاد الليبي والحكم اللي جاي اللي هو هيعتزل بملك وأنا مش هخش الجيم ده والله لمصلحة الأهلي ليه ليه وهفكركم وهديك بالدليل أنا مؤمن ومقتنع تماماً إن النادي الأهلي لو ركز واشتغل فني وبس دون أي مؤثرات خارجية يفوز وفي المغرب قدام الوداد على ملعب محمد الخامس يفوز بالمباراة مش مجرد إنه مثلاً يتعادل ويأخذ البطولة في الآخر لا يفوز كمان في المغرب لو لو قدر الأهلي يبعد عن نفسه تماماً أي مؤثرات خارجية وبالتالي مش من المصلحة إن انت اللي بنفسك تدخل نفسك في مؤثرات خارجية يعني فيه ناس أكيد هتحاول يمين وشمال يشتتوك لكن ما تروحش انت بمزاجك تشتت نفسك علشان كده نهاردة كابتل محمود الخطيب قبل بروح لجلسة مارسل كولر قعد برضه مع العيب النادي الأهلي وقال لهم ركزوا في الملعب اشتغلوا فنياً أنا لا هكلمكم على الحكم بتاع المباراة أمس ولا هكلمكم على الحكم المباراة اللي جاية انتوا تقدروا تاخدوا البطولة وتقدروا تكسبوا في المغرب ده اللي قالوا نصاً رئيس النادي الأهلي طيب ده رئيس النادي الأهلي تعال بقى قوليك مارسل كولر اللي قال كلام شبه ده برضه شبه ده برضه قبل ما نروح للمارسل كولر اللي كنت قلت لك هقولك الدليل السنة اللي فاتت الأهلي كان جايد جداً والأهلي ظلمة بشكل أو بآخر من مين ظلمة؟ مش دي الحكاية بس انه لعب المباراة في المغرب المباراة الوحيدة في النهاية دورة على الطلاف اريقيا بشكل أو بآخر عشان ما نقيتش لفتح الملفات واتحاد الكرة وكان يبعت والمغرب وكلام ده كله الأهلي تشتت كثيراً قبل مباراة نهاية الموسم الماضي رغم من الأهلي في النهاية كان يكسب الوداد عادي حتى في ملعبه بس تشتت تشتت من الجماهير وتشتت من الحكام وتشتت من المباراة وكانتشبت المغفوط لعب هنا تشتت تشتت نزل ما لعبش مباراة كبيرة فخاس إلى النهاية أرجوكم كل من هو محب للنادي الأهلي بلاش تشتت بلاش تشتت سيبك وأقولها لك بصريح العبارة هوا سيبك من الناس اللي تحب يعني إيه تلعب على مشاعرك على مكلم جمهور النادي الأهلي اللي أحاملك فيديو على اليوتيوب يا للظلم ويا للقهر ويا للمشعارف إيه مواد ده بيعجب وانت تحس البن أدم بطبيعة الحال يحب يحس إنه مظلوم وكده فيديك الإحساس ده فيشتتك إنتا كمشجع يشتت اللاعب يشتت المدرب يشتت الإدارة يشتت الكل هو كسبان هيكسب شوية بيوز بس في الآخر الفرقة تخسر هو مش مشكلة مش فرقة معاه هو فرقة معاه شوية البيوز اللي هيلمهم مثلا يعني فخد بالك من النقطة دي الأهلي دلوقتي محتاج إيه دعم مساندة ثقة كبيرة في اللاعبين والجهاز الفاني دون إنهم يقدروا يكسبوا هناك انسى أي حاجة أنت تقدر تهزم الحكم حتى لو هو عايز يظلمك أسألك السؤال ببساطة دلوقتي الأهلي نزل مباراة الوداد أول خمس دقائق الوداد ضاغت فرح الأهلي عمل هجمة مرتدة سجل هدف هيعمل فيها إيه الحكم بقى حتى لو واقع في نييته إنه يظلم الأهلي مثلا يعني بوصل معاك لأسوأ سيناريو هيعمل إيه هب هجمة تانية رح تجيب تجول تاني هيعمل إيه الحكم فأنت لو لعبت كويس حتى لو الحكم حاول يحجمك أو يضيئك مش هعرف يعمل حاجة فلعب أنت كويس خلاص طرح شبا تفكر الحكم يعمل معي إيه الله أعلم يعني بالنواية يعني